انت مين؟ اتخرجتي ولا لأ؟ انت بجامعة أصلاً؟ انت بتكلمي لي عن الكلمات؟ انت دكتورة؟ مسئلة كتير قوي قوي ماذا يوكا مين؟ يا رب تكونوا بقى الفخير لا تنسوش بقى الاشتراح في القناة بانتعملوا لايك للفيديو انا مين؟ انا ياسمين ماجدي اتخرجت من كلات اعلام جامعة القاهرة وكنت كويسة جداً في الجامعة والحمد لله مقبولة طبعاً نفسي اشتغل موزيعة زي كل الناس زي كل الشباب اتخرجوا من كلية بتاعتهم نفسهم اشتغلوا الحلم حياتهم الجامعة اشتغل موزيعة امسك ميكروفون اقف قدام الكاميرا واتكلم براحت زي ما انا نفسي فيه لا طبعاً مفيش كده طبعاً كل حاجة لأ ليه عشان سناني معوجة اعدالي سنانك سامحوني عندي برض اعدالي سنانك طبعاً انا ما بحبش غير حاجة في شكلي انا زي ما رباني خلاني زي ما هموت بالزبط يعني انا ما بحبش بجد انا عرف وشي انا بحمد ربنا على شكلي ومبسوطة بيه وده شكل ده جزء من شخصيتي فده حاجة بجد بسطرني جداً 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 ومش هبير سناني ومبسوطة بسناني كده وفرحانة بيه تاني حاجة ممت هي اللي ظنت علاية في موضوع اليوتيوب ايه طب تعملي نفسك فيه اشتغل اما انت عادة في البيت تعملي الموضوعات انت شاطرة في الكلمات شاطرة بتخرجي وعرفة الاماكن طب تكلمي على الحاجات دي انت بتخرجي تجيب لنا الحاجة بتعملي مش عارفة ايه صوري كل ده وعرفي الناس بيكي وفي نفس الوقت خرجي الموزيع اللي جواكي فتبين عملت كده وعملت قناعة اليوتيوب الحمد لله الحمد لله الناس ابليتني واتبسطت بيه وكلام حلو جالي كتير قوي وكان كومنت كده ساخيت بس هلاعديدة طبعة البشر ومفيش حد بيجمع عليه حد ابدا 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 اولا انا شاطرة في الكلمات انا بموت في الكلمات بحبها من صغري اوي 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 كنت مهتمية بنفسي جدا وانا صغيرة يعني من اولى سانوي كده ابتدت لأ مش عايزة اخرب في الشمس اعايزة كريم الشمس اعايزة مش عارفة ايه الحاجات دي كلها من صغري كنت بحوش الفلوس واروح اشتري كلمات وادغرب علي لغاية بحفظة جدا كل حاجة وجربت الكبار السن والصغير والكبير جربت كل حاجة وانا صغيرة يعني بعدلت وش كتير وتعليجت كتير بسبب الحبوب اللي تلعت اللي كنت بستعمل حاجات غلط وكنت بغرب حاجات غلط وتعايزة بيرفكت في كل حاجة تاني حاجة هلت اقول عليها كمان اني كنت مرة واحدة بس سرقت في روس الدرس الفرنساوي وراحت اشتريك بيه البيت ميكب كان نفسي حط ميكب قوي وخلت حتة علقة ممكن ده ما نسويش في حياتي وهو ده السبب بقى المومة عارفت يعني هي هويتي في الحتة دي فتمام قالتلي خلاص لو نجحت اجيبلك ميكب وهاجبلك مش عارفة اي طبعا ما جابتش الحاجات دي زي اي ام مصرية بتواجبة بتجيبش هاي حاجة خايف عليك لما تخش جامعاتك ومش عارفة ايه دخلت الجامعة لنفسي فيها وتعلمت وبقيت نفسي اكون مزيعة طبعا ما حصلش نصيف زي ما قلتتكم بس انا بعشق جدا من الكلمات بعشق جدا العدسات بعشق الحاجات دي كلها فحافظ تفاصيلها ودخل جواها اوي 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 تاني حاجة الاسئلة اللي وصلتني اتكلمي عن نفسك اكثر انا بنوت عادية خالص زي ما انتوا شايفين الحاجات باشتريها كتير باشتري ميكب كتير باشتري حاجات دي كتير انا بس باش احط ميكب قدام الكاميرا يعني انا مشكلت بعض كتير في اللي انا بعمله في وشي ده يعني خلاص كل برنوطة حافظة وشها فعرفة بتعمليه كده كده خلصت في عشر دقايق في خمس دقايق الحاجات دي كلها التكنيك نفسه انت بتتعلمي من الله بتشوفي مثلا حركة حركة الايشاد دي حركة الحواجب دي الرجدة فانت نفسك لما بتعرفي حاجة بتعرفي تلاقيها يعني بتبقى لايق على وشك فانتي مع الممارسة كتير هتعرفي تعملي انا وبعرفش خالص يعني انا وقعدت قصاد الكاميرا ميكب تتعلو يعني بسنوكو علا كده ايدي بطيئة جدا وطاعد كتير قوي الحاجات دي كلها تاني حاجة عايزة تكلم عليها كمان اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة هنخش بها في الاسئلة عايزة يعني حوالين بقاها تجعيد حوالين بقاها تجعيد ديت اهم حاجة يعني بصراحة تعملوا كريمات صنفرع انت حاسة اللي حاولين بقاها تجعيد وهنا تجعيد لا مفيش حاجات دي مفيش خطوط الخطوط دي عملت لها صنفرع اي كريم في الدنيا هيجب نتيجة بس المهم يكون كريم ملكة كريم كويس كريمات الصنفرع مثلا يريد تجيبوها لا تستعملوش الحاجات اللي في البيت انا بكره جدا للحاجات التبعية لان السكر والزيت يعني زيت الزتون والله العظيم هو حلو في الاكل بس مش حلوها لوشك الزت فيه زرات تقيلة جدا الزرات التقيلة دي لما بتحطيها مع السكر السكر ده بيوسع المثاب لانه حباته الحباته كبير اوي متخيلتي بتوسع المثاب وشك تبقى كبير اوي وبتحس بالنعمة لان الزيت والله لو حاطتي الزيت الاكل هيبقى تحصى عليكي والله العظيم ايدي حاطتي الزيت الاكل هو نفس نتيجة الزيت بتاع زيت الزتون فمتستعملوش كده يفضل تجيبو كريم صنفرع معروف انا لو دلوقتي اجيبه لكم انا عندي كريم صنفرع للجسم والوش بتجيبيه من السوبر ماركت بوضع فكرة في سبينت و في هايبر لتلاقي كريم صنفرع للجسم والوش حالتي ده انو مشكلة ما تجيبي ده بتبقى الدنيا تمام يعني وتعملي وشك وزراته زغنونة جدا حبيباته زغنونة على قد وشك وعلى قد جسمك متجرح كيش متعور كيش زي السكر او الملح اللي بيحطوه على وشه اااااا في سؤال تاني جالي احسن كلمات المرتبة احسن كلمات المرتبة فيتشي ده احسن حاجة في المرتبات ويصلى حبيب البشرة على المدى البعيد يعني مش في اول ثلاث اسابيع تحس الفرق بعد شهر هتحس الفرق مش اول خالص هتحس الفرق فيه كلمات بتجيب نتيجة في الاول زي يقوليه والحاجات دي وبعد كده وشك بتعود عليها ما يجبش نتيجة وترجع وشك زي ما هو لانه نتيجة مؤقتة مش نتيجة عن مدى الطويل فهو ده اللي عايزة اتكلم عليه اه تاني حاجة انا مش دكتورة خالص انت عرفتها دلاتي انا متخرجة من كلية اعلام انه الاش دكتورة بس انا مضملة لحاجات دي وبحب تحاجات دي اما اه في اسئلة تانية اطلحها اي تاني? اي تاني اي تاني اي تاني؟ اي تاني؟ اي تاني؟ اه كلمات تحت العين يعني فيه ناس كتير دلوقتي طالعوا فيه موضة حلوة قوي بيقشروا تحت العين مفيش كده في الدنيا تعملي كده استحالة انت لو جبتي بجد والله العظيم انت لو جبتي اي غسول بتستعملي سيبيه تحت عينك شوية يعني اعملي صمونة بتاعتك اي غسول بتستعملي سيبيه تحت عينك شوية لمدة تلت تلت دقايق لدقتين بجد بتكسر كل خلال ميته ما تقعدش تدعك تحت عينك عشان الخطوط ما تزيتش يعني في ناس عندها خطوط كتير تحت عينك ايه السبب؟ بتدعك عينك كتير اولا بتدعك عينك كتير مبتلبيسيش نضارة شمس ثالث حاجة مبتحطيش كريم كويس لعينك مبتحطي كريم مرطب لعينك مبتحطيش كريم مخصوص لعينك وده غلط جامد جدا 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 ياريت ياريت البنات تبطل تحط الكريم اللي بتحطه على وشع تحطه على العلاء المنطقة دي رقيقة جدا كريم مبتحه الجلد جزيد جلد جسئيله فدي رقيقة ياريت باجد ياريت كريمات للعين مخصوصة والاو عايزين تاسألوني انا بجد هحطو الكم صورهم في الاسطوري بتاع الانستجرام لاريت دولة تخشوا تشوفوها اول مهيزاها الفيديو ده هتلاقو بصور كريمات مرطبه و كمان كلمات العين عشان كلمات العين دي مهمة جدا بجد والله العظيم مش اي حاجة تستعملوها مهما على فكرة فيه حاجات سعرها غالي قوي قوي فمش فايدة فيه حاجات تهيئن فيه حاجات وسطية مش عارف ايه و فيه حاجات معقولة بتعمل بتجيب الغرض فانا اقول لكم الحاجات الكويسة اللي بتحطي فلوسك فيها صح وانتي نفسك لما تقفي قدام المراية هتحس بفرق هو ده اللي هتكلمة لانتي هتحس بفرق انتي هتحس بنفسك اكتر انتي هتحسي وشك ده عايز كريم تاني مرطب ولا لا وعلا فكرة السيروم مهم جدا 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 سيروم فيتامين سي و ايه لو انتي بسلا عايزة تجددي الخلايا بتاعت وشك وتقشري وشك لو حطيتي كل يوم قبل ما تنامي لمدة شهر انتي نفسي بتحسي جلد وشك تلع لما تعملي كده بعملي كده في الصين بتلاقي جلد وشك تلع والله العظيم اتلاقي الطبقة دي التلعك من غير متعودي بقى كل يوم مش عارفة تدعك كده وتدعك يعنيك وعايزة تقشري حاجات معمولة بطريقة طبية لا تبوز وشك ولا تضر وشك ولا تطلع لك حبوب ولا اي حاجة في اي هوا من الكلام ده كله بجد والله العظيم في وصفات عن نت انا بحرش كباب مين والله بعض مزهولة ازاي وحصل ليه كده وعشان ايه وجبوها ازاي وتكلموا عنها ليه حاجات كده كتير ملحش لازمة اهم حاجة انت لازم لازم تقشير لوشك اهم حاجة هو الكريم المرتب وبعد كده كريم الشمس رقم تلاتة كريم الشمس كريم الشمس ده اهم حاجة جدا جدا فوق ما انت بتخيلها في الوقت الصيف اللي احنا فيه ده لازم كريم الشمس ونقدرت الشمس وطبعا ان الصيام بعد الفطار نشره مياه كتير قوي 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 ونقلل الخروق في الشمس في الوقت ده وناخد بجا من صحتنا صحتنا دي مهمة قوي كل ما تغذي بالك من نفسك هيبني على وشك وهيبني الحلوة اكتر لان كل ده بالك من نفسك كويس قوي 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 لازم لبسوكوا في اي سؤال اي كريم اي حاجة هتسألوا عليها كل ده انا برضو عليها على انستجرام متنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة كمان تعملوا اللايك للفيديو ده وكمان تعملوا لي فولو على الانستجرام هسيق تحت في صندوق الواسف باي باي